إزايكم يا مولين برج الأسد يارب تكونوا بخير أنا ماريم بعمل فيديوهات عن توقعات الأمراض توقعات برج الأسد ليوم التق 1 12 ديسمبر كانون الأول 2021 على الرغم من أنك قد تركز على قضايا في الأخبار أو وسائل الإعلام أو شيئا ما يتعلق بالدول الأجنبية والصفر فكن على دارية بأن نوعا من الارثباك المرتبط بأطفالك قد يحدث اليوم لا تتجاهل هذا يمكن أن يمتد هذا الارثباك إلى الرياضة أو الأنشطة الاجتماعية ابقى سابتا وإذا كان عيد ميلادك اليوم فأنت حدسي وزكي وواسق أنت منشد الكمال وتعرف بالضبط كيف تلبس وتخلق انطباعا أنت مستشار طبيعي ومتعاطف مع الآخرين مما يجعلك صديقا مهما كان هذا العام أكثر هدوءا بالنسبة لك مع تركيز قوي على أقرب علاقاتك للعام القادم سيكون سعيدا ومبدعا ورائعا بالنسبة لك بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيطلب منا قمر برج الحمل اليوم أن تحلى بالجراءة فبرج الحمل هو أول علامة على دائرة الأبراج لذا في هذا وقت رائع للبدء من جديد والانخراط في الأنشطة التي تصير شغفك تحت هذا القمر يطلب مننا الكون أن نصعد ونظهر رؤيتنا الجديدة والتي قد تكون صعبة للغاية يمكن للكون أن يخلق حواجز وعقبات تشتت انتباهنا بعيدا عن أهدافنا من خلال التخطيط الصحيح والسلوك الإيجابي يمكننا التغلب على هذه المشكلات والتحليق عاليا سوف تحدث ضربات الأنا والانهيارات العاطفية فكر في هذا على أنه ضرف موسمي من أجل احتضان الجديد يجب أن تتخلى عن ما لم يعد يخدمك وتتجاوزه وفي الآيوان الأخيرة لم نركز على ما نقوله كل منا لكن هذا على وشك التغيير من أجل توجيهنا نحو حالة عاطفية أفضل للوجود لسوء الحظ لم تكن تسق في غرائزك القناة الهضمية والتي تقضي على طاقتك أنت الآن تعلم أنك بحاجة إلى الاعتماد أكثر على عينيك الثالثة عند التعامل مع الآخرين ولكي ينجح العمل يمكن أن يكون الحدث المنقذ إذا قمت بالوصول إليه يمكن أن يساعد في تخفيف المشاعر الشديدة والغضب وهو ما نحتاجه طول اليوم بالإضافة إلى ذلك يمكننا اتخاذ قرارات أفضل لا تستند فقط إلى الدفاع وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش أنتم مستنيني اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي ربق بربيكم ووايكم